وإلا الانتخابات الإسرائيلية وفي استطلاع خاص لأيتوني فور نيوز أجري قبل أيام وتنشر نتائجه للمرة الأولى اليوم قال 69% أن تقديرهم للنظام السياسي خفض بسبب إجراء انتخابات ثالثة على التوالي فيما قال 4% فقط أن تقديرهم قد ارتفع بقاء مع الاستطلاع يحصل كل من حزب الكود وتحالف كحولفان على 33 مقعدا في الكنيسة يليهما القائمة المشتركة بـ 14 مقعدا مقعدا عذرا يمينة تحصل على 9 مقاعد العمل جيشير ميرتس أيضا تحصل على 9 مقاعد